السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله نروي قصة وقعت في عهد النبي الكريم داود عليه السلام سيد داود كان نبيا وكان ملكا وكان قاضيا كان كل اسبوع يعقد مجلسا يحضر فيه عامة الناس من ابناء الشعب كل من عنده مظلمة وكل من عنده حاجة الا ويعرضها يستمع للمظلمين فينصفهم من الظالمين ويحكم بالعدل بين الناس ويسعى في خدمة حوائجهم وقضاء مطالبهم هكذا كان النبي داود عليه السلام في احدى المجالس وكان غاصا بالناس دخلوا عليه منذ الفجر العشرات من الناس كل عنده مظلمة يحكي منظلمة ويحكي مشاكلة وهمومة وينصف سيدنا داود ربنا يلهمه الصواب في لحظة دخلت امرأة تجر في يدها ثلاث بنات صغار دخلت عند داود قال يا امرأة هل عندك مظلمة؟ قالت اي نعم عندي مظلمة قال من تشكين؟ هل رئيس الجند؟ ام رئيس الامن؟ ام احد مسؤولين في الدولة؟ قالت لا انا اشكو اليك الله سيدنا داود اهتز مقدم شعره ما تقولين يا امرأة؟ قالت اي نعم جئت اشعر بالظلم واسألك هل ربك ظالم ام عادل؟ قال ويحك يا امرأة ان لم يعدل رب العالمين فمن يعدل سواه؟ الله تعالى عادل والله تعالى كريم والله حليم بالعباد قالت كيف ذلك؟ وانا امرأة ارملة وعندي تلات بنيات صغار وما عندي قوت ما عندي بيت ما عندي حياة ما عندي تعويضات اشعر بالضياع فاقتلست الوقت وسرت ادبغ جلدا جلدا احمر صنعته وغزلا لكي ابيعه في السوق لكي اتلقى به دنانير معدودات لاعيش به مع بناتي الصغار دون ان اضطر ان امد يدي للتسول قال ومعنين ماذا حصل؟ قالت لما انجزت ذلك الجلد وهيئته نهبت من السوق لكي ابيعه ونشرته في الشمس وكان هناك اناس عندهم المئات من الخرق خرق الجلدية عندهم المئات من المعزي والبقري والضعني والجمالي وانا عندي واحد فقط فاذا بنسر يطير في السماء ترك كل الجلود المدبوغة ولم يختر الا جلدي وغزلي اخذهم وطار في السماء وتركني هكذا هل ربك عادل ام ظالم؟ لماذا لم يسلط ربك هذا النسر على هؤلاء تجار الكتر عندهم جلود كثيرة لماذا انا عندي واحد واخذهم مني؟ بينما نبي الله داود يحضق اليها باستغراب ويبحث عن الجواب المناسب اذا طرق الباب فقالوا الحاجب يا سيدي هناك جماعة من التجار قادمون على وجه الاستعجال يطلبون منك الدخول يستأدنون قال ايدا لهم فدخل هؤلاء التجار الى مجلس داود عليه السلام وجدوا المرأة بجانبه تبكي ومع اطفال صغار فقال داود ما خطبكم؟ قالوا يا سيدنا نحن تجار نعمل في سفينة وليلة الامس كنا نحمل تجارة كثيرة فيها ودائع وامنات الناس وكنا نبحر في البحر وفي لحظة تغير الموج وتغير الطقس والمداخ وصار هناك طقس شديد ورياح خطيرة وكادت السفينة تغرق واستضمت بصخرة وصار فيها ثقب وبدأ الماء يتسرب الينا وقلنا سنهلك لا محالة الماء يتسرب في الثقب ولم نجد كيف نسد هذا الثقب والسفينة مملوء بأموال الناس وودائعهم فصرنا ندعو الله تعالى ونقول يا ربنا انقبنا يا ربنا انقبنا يا مغيث بك نستغيث يا مغيث بك نستغيث فبينما نحن كذلك اذا بنسر في السماء يطير يحمل خرقة من الجلد حمراء فيها غزل فالقى بها على السفينة فاذا بينا نأخذ تلك الخرقة ونسد بها ثقب السفينة ونخيطها بذلك الغزل فنجونا من الغرق وقد ندرنا ندرا اننا وقد انجانا المولى عز وجل كل واحد من هؤلاء التجار سوف يتصدق بمائة دينار فهي هاي الاموال نحن جميعا عندنا كل نحن عشر التجار كل مننا عندهم مائة دينار هي الف دينار خذها يا نبي الله داود واعطيها لمن يستحقها انت اعلم وانت ادرى بالناس وتخالط الناس وتعرف مشاكلهم وحاجاتهم خذها يا داود واعطيها لمن يستحقها فنظر داود عليه السلام الى المرأة التي تبكي فقال هل هذا هو غزلك لان هؤلاء التجار جاءوا معهم بذلك الجلد وذلك الغزل قال لي هل هذا هو غزلك قالت اي نعم هذا جلدي وغزلي قال لا يا امرأة لماذا تتهمين الله تعالى بالظلم وهو يتاجر لك في البر والبحر انه يتاجر لك في البر والبحر لقد جاءك بيدي الاعطية فقال اي تجار ان ذلك الجلد وذلك الغزل هو من صمع هذه المرأة وهي من تستحقه هي ومناتها الثلاثة الايتام فاذا المرأة تأخذ ثمد الجلد الف دينار وتسجد لله تعالى نادمة على انها ضنت بالله ضن السوء فقالها داود عليه السلام قومي بارك الله لك في تجارتك مع الله قصة حقيقية وقعت ايام زمان لكنها صالحة لكي نستفيد من عضاتها وعبرها في كل زمان مثل هذه المرأة كثير بيننا هناك اناس يتعرضون يوميا للمشاكل ويتعرضون للنكبات ويتعرضون للامراض وللفقر وللمصائب والويلات فئة تحسن الضن بالله لكن هناك من بيننا من يسيء الضن بالله ويشعر باليأس والتذمر لهذا ايها الاحباب الكرام نريد ان نربي انفسنا على اننا نوقن بان الله تعالى معنا يسمعنا ويرانا وهو سبحانه وتعالى وعدنا بان يعطينا الخير كل الخير حصل الضن بالله يعني توقع الجميل دوما مع الله ربنا سوف يعطيك حتى ولو ان هناك ازمة الناس يتحدثون عن ازمة مالية وازمة في التوظيف وازمة في الصحة وازمة في السكن وازمة في النقل وازمة في العدال الاجتماعي كل هذا لا يهم لان هذا تدبير بشري لكن التدبير الالهي اذا تدخل برحمته وعفوه وكرمه وجوده اذا اعطاك ادهشك واذا اكرمك زادك من فضله حتى تصير من الذين صاروا من اهله وخاصته لهذا نصي احبابنا الكرام اننا ينبغي ان نحسن دوما الضن بالله نحسن بينه به الضن في الفقر والحاجة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نزلت به فاقة فالتمس العطاء عند الناس ربما مدعه الله تعالى عطاء الناس ومن نزلت به فاقة والتمس العطاء من الله اعطاه ما يريد عاجلا ام اجلا هذه حقيقة يقينية اذا شعرت بشدة وكرم وطمعت في ما عند الناس الناس ضعفاء الناس فقراء الناس كل يقول نفسي نفسي لكن من انزلها بالله عز وجل وهو الغني الحميد اوشك الله تعالى ان يعطيه من الخيرات والبركات اجلا ام عاجل اذا احبه الله تعالى اعطاه عاجلا واذا اراد بك خيرا عظيم اجله الى الدار الاخرة او الى اخر عمرك او اعطاه لأولادك واحفادك لان الله تعالى كريم في كل الاوقات وفي كل حين ففي الدنيا المؤمن لا يشعر ابدا بالخوف لان عنده حسن الظن بالله ومن حسن الظن بالله اننا في الدعاء اذا دعونا الله تعالى ندعوه ونحن على يقيم ادعو الله تعالى وانتم موقنون بالاجابة هكذا قال النبي الرحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا لا يسمع من قلب غافل لسن يدعو وقلبه غافل ادعو الله تعالى وانتم موقن بالاجابة عندك مشكل في الايضارة عندك مشكل مع مؤسسة حكومية عندك مشكل في مع 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 بانك مع قرود عندك مشكل امراض واسقام عندك مشكل في العائلة ادعو الله يا رب فرش عننا يا رب احفظ الاولاد والبنات يا رب اقلد الحوائج ادعو الله تعالى وانتم موقن بالاجابة سترى عجبة السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله